أسمعوني ما جاء في قناة الجزيرة يعني لو بكرة الصبح كده طلع النظام وحاول يتحاور ويتواصل معكم قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحتى قيادات في السجن وقال لكم يعني نريد منكم فكرة التراجع في العمل السياسي وإلى آخره حتى لو حل الجماعة في مقابل تخفيف الضغوط عن المعتقلين الإفراج عن عدد منهم هل الحوار من ناحية المبدأ مقبول ممكن تتواصلوا معهم في هذا السياق؟ بدون أدنى شك لكل حديث حديث والحوار مقبول في كل طالما أنه حوار غير مشروط ومفاوضات قبل للأصول إلى حل الحقيقي لن نتأخر عنها على الإطلاق ونن نتوانع عنها إخواننا في السجون يعني معرضين هم وأهليهم لأخصى أنواع العنك وبدون أدنى شك إحنا يعني نود أن نسعى بكل الطرق والوسائل الإفراج عنهم ولكن على النظام أن يقدم ما عنده في هذا الشأن جميل بس هذه النقطة مهمة أفهم من كلامك أنكم على استعداد للاستماع أو قبول أي طرح من النظام في سبيل تخفيف الضغوط على المعتقلين أو الإفراج عنهم داخل السجون المصرية بش مهندس نعم وأؤكد أنه لم تقدم أي مؤسسة مصرية أي نوع من التفاهمات طوال ست سنوات من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين هو متحة الحداد هو بقولك ما فيش ولا مؤسسة مصرية على مدار ست سنين لكن هو المتجرة بقضية المسجونين أو المساجين أو هؤلاء المحكوم عليهم ما فيش عندنا معتقلين إحنا عندنا مساجين وفقاً لقرارات نيابة وأحكام قضاء نافذة إحنا مش في تركيا إحنا في مصر بقول مدحة الحداد الكلام هو حتى الشاشة بين الدوحة وإسطنبول من الدوحة لإسطنبول يا قلبي لا تحزن كاذب وكذوب هو دا الواقع